بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة الطالبات دبلوم المدارس الثانوية الزراعية أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مادة الدواجن مادة الدواجن نحن على مدار الحلقة الماضية كنا تحدثنا عن طرق التفريخ وقلنا فيه عندي التفريخ الطبيعي وفيه عندي التفريخ الصناعي أو التفريخ الاصطناعي التفريخ الطبيعي أن الأم تكون باحتضان هذا البيت إلى أن يتم خلوج الكاتكوت من هذا البيت دون تدخل الإنسان أما التفريخ الصناعي أو التفريخ الاصطناعي ده عن طريق مكينات التفريخ أو عن طريق معامل التفريخ اللي هي موجودة ومنتشرة ده بيحصل فيها أن تضع البيت داخل مكينة التفريخ وبتدخل فيها هذا الإنسان بس شرط عندي في التفريخ الطبيعي أو في التفريخ اللي هو الصناعي أن لازم تكون البيضة مخصبة تتركنا في الحلقة الماضية أيضا عن طرق التفريخ اللي هي الصناعي قلنا فيه عندي معامل التفريخ البلدية اللي هي الطريقة البرماوية اللي هي بيقوم بها العامل البرماوي لكن في عندي دلوقتي طريقة تانية اللي هي المفرخات الحديثة يعني انتشرت صناعة الدواجن أو استحدثت في صناعات كتيرة في داخل صناعة الدواجن وبدأ أن فيه إحداث كتير لتفارات في صناعة الدواجن أو في معامل التفريق الصناعية أو المعامل التفريق اللي هي منتشرة في عندي أنواع كتيرة من مكينات التفريق في عندي مكينات تفريق في المفرخات الحديثة بتسع إلى 50 بيضة وفي مكينات بتسع إلى 100 بيضة يبقى إذن هنا ما جاء أقول المفرخات الحديثة يبقى أنا بقسم المفرخات الحديثة حسب عدة حاجات أول حاجة حسب ساعة المكينة ساعة المكينة في عندي مكينات تفريق 50 إلى 100 بيضة وفي مكينات تفريق 5000 بيضة وفي مكينات تفريق بتصل إلى 50 أو 60 ألف بيضة وفي نقطة حديثا مكانات التفريق بتسع إلى 100 ألف بيضة وبيتم إنتاج أو استخراج منها كتقود حوالي 70 إلى 80 ألف في الدفعة الواحدة طالما قلنا الدفعة الواحدة أو في الفترة الواحدة أو في المدة الواحدة يبقى دي اسمها مدة التفريق بالنسبة للدجاج بتختلف عن أي نوع أنواع الطيور الدجاجين الأخرى بتختلف عن الحمام، بتختلف عن البط، بتختلف عن الأوز، بتختلف عن الرومي يبقى مدة تفريق الدجاج حوالي 21 يوم إلى أن يتم خروق كتقود سليم ففي عند المفرخات الحديثة هنا لها أنواع كتيرة وبتختلف حسب مجموعة من العوامل عندي الساعة فيما كانت تفريق بتصل إلى من 50 إلى 100 بيضة فيما كانت تفريق 120 بيضة فيما كانت تفريق 300 بيضة فيما كانت تفريق بتصل إلى من 50 إلى 60 ألف بيضة دي مكينة التفريق بتختلف حسب الساعة طيب مكينة التفريق بتختلف حسب الوقود نوع الوقود اللي هو هيبدأ مصدر لدرجة الحرارة عبارة عن هل هو غاز، هل هو كيروسين، هل هو كهرباء يبقى نوع المكينة بتختلف حسب نوع الوقود اللي هو نوع الوقود المستعمل كذلك عندي نوع الوقود المستعمل لأن كيروسين أو البتجاز أو الغاز أو الفحم أو الكهرباء من حيث توزيع درجة الحرارة داخل المكينة بتختلف مكينة التفريخ من مكينة إلى أخرى حسب طريقة توزيع درجة الحرارة هل هيتم توزيع درجة الحرارة عن طريق الماء الساخن اللي هو موجود اللي هي كابسولة الإسير اللي هو موجودة في داخل مكينة التفريخ عندما تنتفخ هذه الكابسولة تعرف أن درجة حرارة مزبطة داخل مكينة التفريخ فيه عند طريقة تانية أو حسب درجة الحرارة اللي هو عن طريق الهواء الساخن يبقى فيه عن طريق الماء الساخن او فيه عن طريق اللي هو الهواء الساخن اللي هو بيقوم داخل مكانية التفريق عندي الحديث فيه عندي من حيث وسيلة تقليب البيض يعني ايه من حيث وسيلة تقليب البيض فيه مكانات تفريق بتقلب البيض يدويا يتم تقليب البيض يدويا وبقلب البيض حسب مدة معينة عندي فيه داخل صناعة الدواجن او داخل المفرخات سواء كان بعد اسبوع او بعد 14 يوم او 12 يوم عشان أعرف البيضة المخصبة أو البيضة اللي هي الغير مخصبة وفي نفس الوقت أعرف الجنين الحي أو الجنين ميت عن طريق البيض اللايح في نفس الوقت برضو أشوف الجنين ميت أو الجنين حي بعد الـ 14 يوم أو بعد الـ 12 إلى 14 يوم هنا وسيلة التقليب داخل المكينة إما أن تكون وسيلة تقليب يدوية أو إما أن تكون وسيلة تقليب نصف آلية لو كانت نصف آلية أنا بقدر أزبط درجات معينة عن طريق ترمستات أو عن طريق زرائر كهربرائية أو زرائر إلكترونية بقدر أزبط طريق تقليب البيت في عندي بقى المفرخات الآلية إما أن تكون مزودة بساعة توقيت ومحرك هذا المحرك بيكون بعملية تقليب البيت المحرك ده متصل بزراع جهاز التقليب ومجرد تشغيل هذا المحرك بيبدأ تحريك هذا المحرك في خلال ساعة مثلا بيتم توزيع البيت أو بيتم تقليب البيت داخل مكينة التفريق ده من حيث تقليب البيت داخل مكينة التفريق في عندي وسيلة التهوية في مفرخات بتصنف زات طيار هواء ساكن وفي مفرخات زات طيار هواء طبيعي بيدخل الهواء المكي من داخل مكان في المكينة وبيخرج هذا الهواء اللي هو الهواء اللي هو الآخر من جزء آخر عشان يقدر يزبط لدرجة حرارة داخل مكينة التفريق فيه هواء عند مكان التفريق ذات الهواء المندافع بيحدث التقليب فيها عن طريق الهواء اللي هو الفاسط طبيعيا عن طريق طائرات الهواء طائرات الهواء دي تبقى محملة بدرجة حرارة معينة بتساعد على عملية توزيع درجة حرارة داخل مكينة التفريق عن طريق المروح الكهربائية اللي هي موجودة أو مروحة قهربية داخل مكين التفريق لكن اتفق في الآخر في النهاية إن المفرخة أساسا بتتقسم أو بتتصنف على أساس قسمين القسم الأولاني المفرخات ذات الهواء الساكن والقسم الثاني مفرخات الهواء ذات الهواء المندفع يبقى فيه من ناحية توزيع درجة الحرارة أو متوزيع التيار الهواء الموجود فيه عندي هواء طيار ساكن وفيه عندي مكينات تفريق ذات الهواء مندفع القسم الأولاني اللي هو مفرخات ذات الهواء اللي هو الساكن له مجموعة من المميزات عدم موجود مروح بها لتحريك الهواء الساكن ولكن يتم توزيع الحرارة بداخلها عن طريق طيارات الحمل يعني إيه طيارات الحمل؟ بتدفع الجزء اللي هو الأسفل ثم بتنتقل الحرارة إلى أعلى عن طريق اللي هو طيارات الهواء اللي هي موجود ساعة هذه المكينة بتكون حوالي 50 او 300 بيضة على الاكتر يبقى ديها في ديار الهواء اللي هو الساك لا تصلح هذه المكينة الى المشروعات صناعة الدواجن الحديثة او الى صناعة المفرخات اللي هي الحديثة اللي هي الكبيرة مفرخات هذا القسم عبارة عن جزء واحد فيه مرحلة الفأس ومرحلة التفريغ لكن فيه المكينات التفريغ اللي هي الحديثة اللي هي منتشرة حاليا فيه عندي بتنقسم داخل المكينة الى جزء ايه جزء اسمه المفرخ وجزء اخر اسمه المفقص جزء المفرخ بتظل فيه البيضة داخل المفرخ الى مدة 18 يوم في اليوم التمنتاشر او في اليوم التسعتاشر لحد الواحد وعشرين يوم تلاتة يام بنقل هذا البيض وبدعه فيه المفقص الى ان يتم فقس هذا الكتكوت او خروج الكتكوت من البيضة بقى فيه عندي هنا نوعين في داخل مكينة التفريغ اللي هي الحديثة فيه عندي المفرخ وفيه عندي المفقص المفرخ زي ما قلنا بتظل فيه البيضة 18 يوم اما المفقص بتظل فيه البيضة مدة 3 ايام الى ان يتم الى خروج كتكوت سليم بعض الهذه الماكينات برضو بتستعمل للكيروسين او الغاز كوقوت عشان اقدر ينظم درجة الحرارة اللي هي موجودة عن طريق الترمستات الترمستات اللي هي كبسولة اللي هي كبسولة الاسير اللي هو فيها غاز الاسير اللي هو موجود لو انتفخت الكبسولة اعرف ان الحرارة موجودة جувا cou 주는 لو انكمش ازيه 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 ازي المروحة دي بتقوم بتوزيع الهواء داخل المفرخة اللي هي موجودة. ساعة هذه المفرخة بتبقى حوالي من 1000 الى 6000 بيضة حسب حجم المكينة. ممكن فيه مكينة بتسع الى 1000 بيضة. فيه مكينة بتسع الى 6000 او 60000 بيضة. اكترها استعمالا اللي هي بتسع حوالي 20000 بيضة خلال مدة التفريخ اللي هي 21 يوم. دايما ما بقولك مدة الرفريخ 21 يوم بقررنك بزوج بين الاتنين مع بعضيهم. لازم اقول 21 يوم أثناء مدة التفريخ. عشان انت ساعتك الدجاج بصفة عامة مدة التفريخ حوالي 21 يوم من اول ما تضع البيضة. سواء كان تفريخ طبيعي او تفريخ صناعي في اي نوع انواع مكينة التفريخ. اللي هو مدة محددة اللي هي 21 يوم. لذا فيها تصلح في المزارع الانتاجية الكبيرة اللي هي المزارع اللي هي بتديني 6000 تلاف كتكون فيه أثناء الدفعة ومشروعات صناعة الدواجة تكون ما تصلح للمشروعات المتوسطة. معظم هذه المفرخات زي ما قلت لك انها بتتكون من جزئين. الجزء الاولاني اسمه المفرخ. الجزء التاني اسمه المفكس. المفرخ يظل فيه البيض طول مرحلة التفريخ فقط. لكن المفكس اللي هو الجزء التاني في داخل مكينة التفريخ ده بينقل اليه البيض من المفرخ ليبقى فيه طول مرحلة الفأس فقط. المفكس بيبقى موجود فيه البيض من يوم الثمنتاشر الى اليوم الواحد وعشرين يوم. لكن في مرحلة التفريخ اللي هي في المفرخ بيزل البيض مدة ثمنتاشر يوم او سبعتاشر يوم. ودي بعض الاشكال من مفرخات الهواء اللي هي المندفع في داخل مكينة التفريخ. شوف عندك سعة المكينة ممكن تسعى زي ما قلتلك ستة الاف وممكن تسعى الى ستين الف حسب سعة المكينة او حسب تصميم المكينة الموجود. مصدر الحرارة في المفرخات زي الهواء اللي هي المندفع بيبقى عبارة عن سخانات كهربائية. دي بتختلف قدرتها حسب سعة وتصميم كل مفرخة او كل مكينة على حدة. بيكون فيه كابسولة زي الكابسولة السابقة زي بيكون فيه مفتاح عندي كهربائي. هذا المفتاح ان هو بيقدر بتحكم في درجة الحرارة اللي هي موجودة داخل المكينة عشان يقدر ان هو يدفع الهواء اللي هو الساخن داخل المكينة. يتحكم في توصيل وقطع الطيارة الكهربائية عن السخنات حسب انتفاخ الكابسولة او انضغط الكابسولة. للكابسولة الاسير اللي هي موجودة داخل مكينة التفريخ. انت بتشوف الكابسولة لو الكابسولة كانت منكمشة يبقى تعرف ان درجة حرارة منخفضة. لو الكابسولة كانت مرتفعة تعرف ان درجة حرارة وسلت المعدلها الطبيعي او زادت سنة فانت انت يقدر بتزبط درجة حرارة لان في عندك ترمشتيات موقوف. تقليب البيض في هذه المكينة ذات الهواء المندفع بيكون يا اما آليا او ان هو بيتم نصف آليا. طيب المبنى التفريخ بقى اللي انا هفرخ فيه هذا البيض. هل مبنى التفريخ ده هو له مجموعة من الشروط؟ هل مبنى التفريخ يكون قريب من الدوضاء؟ يعني قريب من المواصلات؟ ماشي قريب من المواصلات. بس قريب من المواصلات لتزيد عن كيلو او اتنين كيلو. عشان ما يحصلش دوضاء لداخل المكينات التفريخ اللي هي موجودة او داخل الكاتيكيت اللي هي النتيجة في داخل مكينات التفريخ. كذلك ما يكونش جنب محطات الكتارات الى اخيره. يبقى اذا في عندي شروط معينة لمبنى او ما جأنشق مبنى التفريخ. هذه الشروط ان يكون قريبا من مزارع الامهات. ليه؟ لانما هحصل على البيض من مزارع الامهات المنتجة الى البيض. الى المفرخ اللي هو موجود او الى معمل التفريخ اللي هو موجود عندي. يبقى لازم فيه طريق ممهل للمواصلات ويكون قريب من المواصلات. كذلك الجدران والارضية لازم داخل ملساء وخالية من الشقوق. واحنا عرفنا يعني ايه خالية من الشقوق في الحلقة الماضية. عشان ما ينتقلش اللي هو الحشرات او الامراض الى داخل الكاتكوت اللي هو النادج فيها. عملية التفريخ او في المفقس اللي هو موجود او في داخل سارات التفريخ. كذلك نظافة المبنى وخلوقه من الحشرات والتفليات ده بأرضهم وأيضا مرتبط بالشقوق اللي هي موجودة يبقى إذن الجدران تكون ملساء والأرضية تكون ملساء عشان أقدر أطهر وعقم وبقر هذا المكان قبل ما ضع فيه البيض عشان عملية التفليل كذلك أن يكون بعيدا عن مواقع الدوضاء زي ما قلت لك أنا وماكن الاهتزازات كالمطارات وخطوص السكة الحادية ومواقع الصناعات السقيلة يعني مش عايز هبد أو عايز أي ضوضاء عالية عشان خاطر تتعامل مع كاتكوت أو بتتعامل في داخل المعمل مع أرواح موجودة لأنه طبعا هتخرج هذه الكاتكية من المفقص إلى سالة التجنيس عشان تقدر نتجنس الكاتكية عملية التجنيس بتفصل الزكور عن الإناس فلازم يكون فيه هدوء بعيد عن الضوضاء كذلك أن يكون فيه المعمل دوت أو المبنى التفريغ فيه الإضاءة كافية والتهوية جيدة مبنى التفريغ بقى عبارة عن إيه؟ مبنى التفريغ بقى عبارة عن مبنى خاص بتجرى فيه عملية التفريغ من أول وضع استلام البيض من المزارع لإنتاج البيض إلى أن يتم إلى خروج كتكوت سليم ده داخل معمل التفريغ أو مبنى التفريغ يبقى لازم عندي فيه مكان لحفظ البيض، فيه مكان لاستلام البيض، فيه مكان لتبخير البيض، فيه مكان لرص البيض يبقى لازم الجدران تكون ملساء، لازم الأرضية تكون ملساء، لازم يكون بعيدة عن الضوضاء يبقى دي كلها شروط معينة لمبنى التفريغ يبقى مبنى بيتم فيه إجراء عملية التفريغ من أول استلام البيض من المزارع الأمهات لمنتجة للبيض إلى أن يخرج كتكوت سليل كذلك فيه من ضمن شروط مبنى التفريخ أن يكون قريب من مزارع الأمهات زي ما قلنا والأرضية تكون ملساء بأكد عليها بالسمرار دايما نظافة المبنى خلوه من الحشرات والتفائلات أن يكون بعيدة عن المطارات أو خطوط السكك الحادية أو مواقع الصناعات السكيلة أن يكون يتوفر فيه التهوية والإضاءة الكافية زي ما أنت شايف معنا في بعض الصور لمعامل التفريخ اللي هو موجود داخل المزرعة يبقى هذا المعمل داخل المزرعة ما تخش المزرعة على بعد حوالي كيلو في داخل المزرعة بتلاقي معمل التفريخ يبقى بعيدة عن الضوضاء بعيدة عن المطارات بعيدة عن السكك الحادية إلى آخره في عملية التفريخ فيه أجزاء مختلفة للأبنية اللي هي بتاعت المفرخات اللي هي الحديثة يعني المكان اللي هو الحديث ده هتحط داخل المعمل فيه عندي من مبنى التفريخ فيه عندي قسمين فيه قسم إداري وفيه قسم فني من خلال التعريف بتاع الكسم الإداري أو الكسم الفني الكسم الإداري طبعاً بيتم فيه عمليات البيع والشراء إلى خيره واستلام البيض وحفظ البيض ده قسم إداري طريقة إدارية تسجيل وسجلات النهاردة دخل لي عشرة تلاف بيضة بكرة دخل لي خمس تلاف بيضة حفظت البيض ده إمتى؟ عن طريق سجلات بدي كلها شؤون إدارية يبقى إذن فيه لازم يكون فيه مبنى إداري أو مكان إداري للموظفين أو للعمال اللي هم قائمين على معمل التفريق أو على مكانات التفريق وفيه قسم آخر فني اللي هو بيبدأ فيه عملية الفقس دي الكاتاكيت الناتجة من عملية التفريق اللي هو بيكون موجود فيه مكينات التفريق فيه عندي حجرة استلام البيض ده يطلق عليها حجرة البيض وهي مخصصة لاستلام البيض ودي بتحتوي على أطباء من الكرتون وسواني البيض وممكن يكون فيه أطباء عندي بلاستيك لرص البيض أيضا يكون موازين لوزن البيض واحد هيقول لي موازين لوزن البيض ليه أنا قلت لسعدك في بداية شرحنا في المنهج قلت لك البيضة الصالحة للتفريق لا تقل عن 50 جرام ولا تزيد عن 70 جرام لو قلت عن 50 بيانتو الكتكوت ضعيفه دي غالبا باخدها من الأمهات اللي هي لسه بشاير أو لسه منتجة للبيض يبقى الكتكوت هنا لازم يخرج من بيضة من 50 إلى 70 جرام تبلوزازة البيضة عن 70 جرام احتمال أقول أن البيضة دي في داخلها صفرين حدث التقاط للكمع البيض أثناء عملية التفريق نزلت بيضتين مع بعض فيتكيس عليهم الغلاف الخارجي بتاع البيضة اللي هي في سلسلة وضع البيض يبقى أصبحت البيضة دي أكتر من 70 جرام معنى ذلك فيها موجود صفرين لتصلح لعملية التفريق يبقى هنا حجرة استلام البيض في عندي ميزان عشان الميزان ده أشوف البيضة اللي هي موجودة عندي عندي 50 جرام ماشي عندي 60 جرام ماشي عندي 70 جرام ماشي أقل من 50 لتصلح أكتر من 70 جرام لتصلح أو من 65 جرام لتصلح لعملية التفريق فيه عندي جهاز تدريج البيض يبقى من ضمن الأدوات اللي هي موجودة في حجرة استلام البيض عندي فيه جهاز تدريج البيض فيه عندي سجلات باستخدمها أو إنما باوفرها عندي عشان تسجيل البيض اللي هو موجود أو اللي هو ناتج من المزارع أقول النهاردة خلي ألف بيضة بكرة هيخوش اللي خمس تلاف بيضة بصبت درجات اللي حفظ البيض أو بروش البيض بخسله أو أن أنا بطهر هذا البيض يبقى ما لازم أعمل عملات إدارية داخل هذا القسم الإداري في حجرة استلام البيض في عندي حجرة تبخير البيض في داخل المعمل التفريخي اللي هو البلدي حجرة تبخير البيض دي بالحظة في المزارع اللي هي الكبيرة أو المزارع الحديثة إنه هو بيخصص حجرة لتبخير البيض عن طريق غاز الفورمالين مع برمجات الموتاسيوم عشان يقدر يديني غاز الفورمال ضهاية هذا الغاز إنه هو كفيل إنه هو يخرج أو يقتل حشرات أو يقتل الفيروسات اللي هي موجودة عن طريق اللي هو عملية التبخير في داخل مبنى التفريخ أو في داخل حجرة تبخير البيض في حجرة فرز وتعبئة البيض خلاص هو بدأ إنه هو يستلم البيض بيبدأ يفرز البيض يشوف البيض الصالح للتفريخ بوساطة مكانة التفريخ اللي هي الحديثة عن طريق كشاف الضوء اللي هو موجود عشان يعرف إنه فيه خلية جرسومية حية أو في الداخل البويضة إنه فيه عملية تزاوج للبويضة الموجودة داخل البيضة يعرف إنه فيه جنين موجود حي يعني نقطة صغيرة في الصفار موجودة لو لقى هذه النقطة يعرف إن البيضة دي مخصبة يبقى البيضة دي تصلح لعملية التفريخ وبيستبعد البيضة اللي هو غير صالح لعملية التفريخ قلتلك إنه هو أقل من 50 جرام وغزب من 70 جرام كذلك بيستبعد البيضة المنحسة كذلك بيستبعد البيضة المشروخة كذلك بيستبعد البيضة اللي هي احنا بذكرك اللي قلتلك كلام دي في الحلقة القبل الماضية البيضة اللي هي فيها غرفة هوئية في احد الاجناب بيستبعدها من عملية التفريق لكن لازم تكون الغرفة الهوئية في ناحية الكمة العريضة كذلك بيستبعد البيضة المطولة بيستبعد البيضة المنبعجة بيستبعد البيضة المنحسة بيستبعد البيضة المتكلسة باستبعد البيضة اللي أقل من خمسين جرام باستبعد البيضة المشروخة كل دي مواصفات البيضة للفات خارجية للبيض اللي هو اللي مقدر أميز البيضة اللي هي صالحة للتفريق ولا البيضة اللي هي الغير صالحة للتفريق طيب في مواصفات الداخلية بقى عن طريق الفحص الضوئي بشوف هل في البيضة فيها جنيم مخصب ولا البيضة ما فيهاش جنيم مخصب لقيت البيضة فيها جنيم مخصب بدخلها عندي في داخل معمل التفريق لقيت البيض غير صالح لعملية التفريق باستبعده ويحتص عليه أي نوع من أنواع العامات الأخرى سواء كان يباع طازة أو يخش فيه مصانع الأعلاف إلى آخره لكن ما يصلحش هذا البيض لإجراء عملية التفريق حجرة حفظ البيض بحفظ البيض فيها ما بين درجة حرارة 15 إلى 12 درجة مئوي ولا تكل نسبة الرطوبة داخل حجرة حفظ البيض عن 70% أنا بحفظ الرطوبة داخل حجرة حفظ البيض عن 70% درجة رطوبة أو نسبة رطوبة حيث لا يجب حفظه في السلاجة العادية على درجة زائد 4 درجة مئوية أو إنما معرضوش لدرجة حرارة أقل لأن البلاستوديرم بتاع الموجود بيحدث تجميد لإحتويات البيضة وفي اللحظة دي بعد كده لا يصلح لي عملية التفريق فيه صالة المفرخات يعني ننتقل إلى قسم تاني آخر وهو القسم الفني صالة المفرخات ودي أهم جزء في مبنى أو في معمل التفريق يشترط فيه مجموعة من المواصفات الأئتية طبعاً يكون الجدران منعزلة مرتفعة عن سطح الأرض المقدار حوالي 30 أو 40 سنتي عشان خطر نسبة الرطوبة اللي هي موجودة أو الأملاح الموجودة أو ما يكونش فيه رطوبة أو ارتفاع ماء أرضي أو مياه الجوفية يبقى أنه لازم يكون معمل مرتفع حوالي 50 سنتي عن سطح الأرض توزع المفرخات داخل صالة التفريق بحيث تبعد عن الجدران بحط برص المكنات التفريق في داخل هذا المبنى وبوزعه بعيد عن الجدران بارتفاع طبعاً أو بمسافة متر عشان يقدر أنه هو العامل يلف ده حواليه مكنات التفريق عشان يقدر يشغل المكينة أو أنه هو يرائب مكنات التفريق أو يزبط درجة الحرارة أو يزبط الرطوبة يبقى لازم كل فترة أنه هو بيخش يتابع مكنات التفريق هل المكنات شغالة؟ درجة الحرارة عامل إيه؟ رطوبة عامل إيه؟ التهوية عامل إيه؟ إلى آخره عملية التقليب داخل المكينة يبقى لازم فيه عندي اتفاع أو فيه مسافة متر بعيد عن الجدران بمجي أضع مكنات التفريق في داخل مبنى التفريق فيه عملية عندي في داخل مبنى التفريق عملية الفحص الضوئي يعني إيه عملية الفحص الضوئي؟ بستخدم صندوق كشف كبيرة عشان أضع فيها لمبات هذه اللمبات بضع فوق منها البيض عشان تقدر تميزني زي ما أنت شايف معاك كده في الصورة معايا تقدر تميزني البيضة ديت مخصبة يعني فيها جنين في داخل البيضة أو مفهاش جنين في داخل البيضة ده عن طريق عملية الفحص الضوئي لمحتويات البيض بضع علامة خاصة على البيض اللايح دي أثناء عملية وهو البيض في التفريق بضع البيض اللايح أحط علامة وعلامة أخرى على البيض اللي هو الميت وبجرى هذه العملية في اليوم الاثناشر أو اليوم اللي هو الارباحتاشر عشان أشوف البيض اللي هو موجود هل البيض سليم موجود داخل مكينة التفريق أو إن البيض فيه جنين ميت فبضطر إنما أستبعده من داخل مكينة التفريق كذلك عن طريق تعريض البيض لأشعة مصباح قوي إن أنا بشوف إزاي زي ما يشوف معاه في البيضة هنا فيه عندي خيوط في داخل هذه البيضة هذه الخيوط خيوط حمراء معنى ذلك إن الجنين موجود حي بفحص البيض على مرتين زي ما قلتلك في البداية بفحص على اليوم السابع سواء كان تفريق طبيعي أو تفريق صناعي وبفحص على اليوم التمنتاشر قبل نقل البيض إلى المفقص يبقى ما يجنقل البيض إلى المفقص بعمل عملية فرز أو فحص للبيض إذا لقيت فيه الجنين حي شغل تمام يمية بنقله إلى المفقص لقيت الجنين ميت أو فيه نقطة صود أو البيضة كلها سوداء يبقى أعرف إن الجنين في اللحظة ده واتميت يبقى ما نقلوش إلى المفقص بروح جاي مستبعده من داخل مكينة التفريق على طول فيه عندي صالة في داخل مبنى التفريق اللي هي اسمها صالة التجنيس صالة التجنيس دي بعمل تجرى فيها عملية التجنيس بالنسبة لي الكاتيجات اللي هي الناتجة بقدر أميز الزكور عن الإناث بقدر أميز الزكور بتخش فيه إنتاج اللحم أو في دجاج التسمين والإناث بوجهها إلى إنتاج البيض بس ده متوقف حسب سلالة الكاتكوت أو حسب البيضة البيضة دي جاي من أنسلالة هل جاي من سلالة تناء الغرض أو من سلالة إنتاج اللحم أو من سلالة إنتاج البيض يبقى أنا برضو عندي المبنى الإداري في داخل مكينة في داخل عمبر التفريق أو داخل معمل التفريق بيقدر يقول له البيت ده هو البيت انتاج لح البيت ده بيت دجاج انتاج البيت لان كل نوع منواع الدجاج له صفات وراسية معينة طبعا احنا تعرف الكلام ده كله وانت فيه صف الساد دي صارت التجنيس بيتم فيها تجنيس الكذاكيد عشان يقدر يعزل الزكور عن الاناس باحدة الطرق المستخدمة سواء كان كشاف ضوئي موجود عنده بيقدر يميز البيض اللي هو صالح او الكذاكيد اللي هي النتجة في عندي اسمها صالة تاني في داخل المعمل اسمها صالة الكذاكيد يعني ايه صالة الكذاكيد الصالة دي انا طلحت البيت من المفقص الى صالة الكذاكيد بعد عملية التجنيس عشان الكذاكيد يقدر يجف عرقه او يقدر ان هو يشمي نفسه هذا الكذاكيد ويجرع عليها عملية التحصينات اللي هي اللازمة بين الادراك الفقصي حيث يتم فرز الافراد الصالحة للتربية وبستبعد في صالة الكذاكيد الافراد الغير صالحة لعملية التربية بعمل فيها عملية تجنيس باجري فيها عملية تحسين ممكن اجري فيها عملية قص المنقار بالنسبة للكاتكوته لسه خارج بعد يوم من البيضة وفي نفس الوقت ان انا في صالة الكاتكيت دي بقدر اعب الكاتكيت دي ناتجة بعد عملية الفلس الكاتكيت الصلاحة للتربية من الكاتكيت الغير صلاحة للتربية وفي صالة الكاتاكيد أقدر أسلم الكاتاكيد يبقى عندي كذا مكان في داخل مبنى التفريق في عندي صالة الكاتاكيد في عندي صالة التجنيس في عندي حجرات حفظ البيت في عندي حجرات تبخير البيت كل ده موجود في الجانب الفني اللي فيه داخل مكينات التفريق طيب نتطرك إلى نقطة أخرى في داخل مكينات التفريق اللي هي عمليات ما بعد الفقس بالنسبة للكاتاكيد عندي الكاتكوت تم فأسه داخل معمل التفريغ يعني ايه عمليات ما بعد الفأس بيتم نقل البيض بعد اليوم الثامن عشر الاقسام الفأس انا نقلت الكاتكوت او البيضة في اليوم الثمنتاشر الى المفقس بعد ما اخد الكاتكوت من المفقس الى الخارج برا ايه العمليات اللي انا هعمله في داخل هذا الكاتكوت لازم في عندي حاجة اسمها تكفيف الكاتكير يعني ايه تكفيف الكاتكيت بيتم في المفرخات الصغيرة لانه لا يوجد درج لعملية التكفيف بالنسبة للكاتكيت فبنق الكاتكيت لمكان منعزل هذا المكان بيتجفك الكاتكيت وبتهدأ في هذا المكان قبل نقلها اما في المفرخات الكبيرة او الحديثة بيتم تكفيف الكاتكيت في المفقس عن طريق الهواء الجاف الدافئ لانما جيت قسمت مكانات التفريغ قلت فيه مكانات تفريغ بتقسمها حسب السعة وفيه مكانات تفريغ حسب قوة المربي او حسب التكنيك بتاع مكانات التفريغ فيه مكانات عندي بتجفف تلقائي الكاتكوت وفيه مكانات ما بتجففش الكاتكوت تلقائي باخده على طول ما فيه فيها مفقس باخده الكاتكوت وطلعه خارج برا الى في مكان يلنجف عارقه ويبدأ عملية اللي هو الاخرى سواء التحسنات او التجنيس بالنسبة لكلازة الكاتكوت فيه عندي عملية فرز الكاتكيت يعني دي كلية اسمها عملية بعد الفقس فرز الكاتكيت بفرز الكاتكيت الفاقسة لاستبعاد الكاتكيت غير تمت الجفاف او متأخرة فيه عملية الفقس والمسمغة والضعيفة او شازة التكويت يعني ايه شازة التكويت ممكن تلاقي فيه عندي اوضاع كثيرة جدا بالنسبة ليه وضع الكاتكوت داخل البيضة وبالتالي الكاتكوت ده يطلع مشوه عندي بس ده بيرجع الى عملية او تكنيك التقليب في داخل مكينات التفريق عشان كده بنقول كله بس تحدثت مكينات التفريق ذاتة كفاءة عالية تم انتاج كاتكيت بصورة سليمة وصورة جيدة كذلك في فارس الكاتكيت ان انا بستبعد الكاتكيت في عندي فيه التهاب فيه السرة بالنسبة للكاتكوت في عندي بلاحظ فيه انتفاخ فيه سرة الكاتكوت ده كله بستبعد هذه الكاتكيت اللي هي المخالفة للنوع وبستبعد الكاتكوت اللي هو الضعيف والكاتكوت اللي هو الخامل اللي هو الغير ناشط في عندي مكان تاني اسمه بعمل عملية تانية اسمها اللي هي عملت ما بعد الفقس بقى اسمها تجنيس الكاتكيت اللي هي موجودة عندي وما باجي جنس الكاتاكيت اللي هي موجودة عندي عشان أفرق بين الزكور والإناس الزكور بدأ وجهها إلى إنتاج اللح أما الإناس بوجهها إلى إنتاج البيت في عندي في التجنيس فيه تجنيس ذاتي فيه تجنيس عن طريق الطريقة اليابانية وفيه تجنيس بوساط جهاز التجنيس اللي هو بيشوف الريش الموجودة فوق رأس الكاتاكوت عشان يقدر يميز الزكر عن الأنسة التجنيس الذاتي بالنسبة للكاتاكيت بيتم لبعض أنواع الكاتاكيت عمليات زي الصفات الوراسية اللي هي موجودة طبعا بتنتقل من الأباء إلى الأبناء فأنا بشوف لون الريش اللي هو موجود من خلال لون الريش اللي هو موجود اللي هو التجنيس الذاتي بقدر أميز الجنس في الكاتاكيت دفعة واحدة كلها ما بعضيها اللي هي حديثة الفاكس بلاحظ أن فيه بقعة بيضاء على رأس الكاتاكوت كبيرة في الزكر لو أنا لاحظت أن فيه بقعة بيضاء كبيرة على رأس الزكر معنى ذلك أو على رأس الكاتاكوت بقدر أقول من الكاتاكوت ده كاتاكوت زكر دي عن طريق التجنيس الذات بينما في الأنسة تكون هذه النقطة منعدمة تماما يبقى أنا بميز الكاتاكوت عن طريق التجنيس الذات فيه طريقة تانية اللي هي التجنيس بالطريقة اليابانية يعني بجنس يعني إيه بميز الزكور عن الإناز عشان بيجي يقولك في المتحان يعني إيه كلمة تجنيس إن أنت بتميز الزكور عن الإناز هذه الطريقة اللي هي التجنيس بالطريقة اليابانية بتعتمد على كوت أو شدة الإبصار بالنسبة للقائم بعملية التجنيس إنه بيضغط على فتحة الإخراج بالسبابة والإبهام عشان يقدر يميز الزكور معين الأنسة وديه طريقة صعبة جدا شوية في عملية التجنيس عايزة عام المدرب فاهم عنده خبرة عشان يقدر يشتغل بالطريقة اليابانية فيه التجنيس عن طريق المنظار أو عن طريق جهاز التكنيس إنه بيشوف رؤية الأعضاء الجنسية الداخلية عن طريق لو إيه عدو أنبوبي رفيع خاصة من الزجاج القابل للكس إنه بيجيب أنبوبة من الزجاج وبيقدر يحطها في فتحة المجمع بتاع الكاتكوت لو لقى عدو أنبوبي يبقى ده زكر لو لقى غير عدو أنبوبي يبقى ده أنسة وده موجود في جهاز التجنيس في عندي حاجة اسمها التنسيب وتركيم الكاتاكيد يعني إيه؟ إنه تابعا ديت بيقولك إن ديت تنسيب يدي سلالة دي جاية عن طريق الانتخاب والتحسين والتهجين الوراسي في العائلات اللي هي موجودة ودي اللي هو بيضع البيض المعدل في كل أمة على حدة بمعنى إيه؟ تنسيب أنا مثلا جاني كاتاكيد دجاج لجهورن جاني كاتاكيد دجاج بلايموس أو جاني دجاج كاتاكيد إنتاج البيض زي أي نوع من أنواع كاتاكيد إنتاج البيض فما يدخل في داخل مكينة التفريق بيحط كل نوع اللي هو واحده داخل مكينة التفريق أو لو حط في الرف الأولاني بيحط نوع معين من بيض الدجاج إنتاج اللح والرف الثاني نوع معين من إنتاج دجاج إنتاج البيض أو نوع معين من دجاج إنتاج سناء الغارة في الحالة دي بيقدر ينسب عملية التنسيب يعني كل سلالة في داخل المكينة بيقدر يميزها عن سلالة أخرى دي اسمها عملية التنسيب للكاتاكيد داخل المفرخات الحديثة بعد الفأس بيفتح كل سبت أو كل كيس على حدة بيشيل الرف الأولاني اللي هو السبت الأولاني وبيبدأ يرقم كاتاكيد ويقول الكاتاكيد دي تبع كاتاكيد دجاج إنتاج اللح دي كاتاكيد دجاج إنتاج البيض يبقى يقدر عشان حاطة أن يجي يسوق هذه الكاتاكيد أو يقدر أن هو يبيع الكاتاكيد حسب ما هو طلب منه يقدر يميز هذا النوع عن طريق عملية التنسيب في داخل مكينة التفريق وتبعا بيدي عن طريق ذلك أرقام معينة من خلال هذه الأرقام بيقدر ينسب الكاتاكيد كل سلالة حيدة بيجرى عملية قس المنقار ممكن يجرى عملية قس المنقار دي بلاحظها بعد عمليات ما بعد الفأس أن تبعا قس المنقار دي بتؤدي إلى ظاهرة الافتراس للكاتاكيد أو للطيور فيما بعد في مرحلة الإنتاج تبص تلاقي الكاتاكيد تقدر أنها تنقر بعض بمعنى ذلك أن في عندي موجود ممكن يكون نقصة عليقة ممكن يكون زيادة نسبة البروتين عشان يقدر يتغلب على هذه الظاهرة ممكن بيقص المنقار بيقص التلتين العلوي أو التلت العلوي المنقار والتلتين السفلي للمنقار اللي هو الأسفل ويتم إزالة هذا تلت المنقار أو تلتين المنقار العلوي أو في بعض الأحيان ممكن يشير ربع المنقار أو تلت المنقار السفلي دي عملية قس الكاتاكيد في عملية التحسين بيدي عملية تحسينات للكتكيت قبل ما تطلع بعد عملية الفأس بيدي تحسينات سواء كان هدي تحسينات ميرك أو هدي تحسينات زي مثلا الفرنزة الطيور أو تحسينات الميرك اللي هي موجودة فبيدي عملية التحسين ديه طبيب بيطري هذا الطبيب متخصص في عملية التحسين بيحسن الكتكيت الفقسة كلها دفع واحدة سواء كان مرض نيوكاسل أو الميرك أو في الوانزة الطيور وطبعا بيسجل في الجداول أن هذه الكاتاكيت محصنة ضد أمراض كذا وكذا وكذا إلى آخره من الأمراض اللي هي المنتشرة بعد ذلك بيتم نقل الكاتاكيت بعد فرز الكاتاكيت واستبعاد الغير الصالح منها بيتم عملية النقل بيستبعد أنه الكاتكوت المشوى الكاتكوت الضعيف الكاتكوت الصغير الحج المخالف للنوع لكن هو أصلا بيعمل عندي التنسيب زي ما قلت لك لو لا أي نوع مخالف للنوع اللي هو الموجود عنده أو للمعدل الطبيعي أو للحجم الطبيعي فبالطبع بيستبعد هذه الكاتاكيت قبل عملية النقل ويبدأ ما يبدأ بيعبيها في كاراتين إلى مزارع التربية إذا لازم الأمر أن ينقل الكاتاكيت إلى مسافات بعيدة بيجب عمل حواجز دائرية بداخل كل مربع من السندي الكرتون يعني هو بيجيب كرتونة الكرتونة مثلا متسع حوالي 100 كاتكون بيقسمها في داخل هذه الكرتونة إلى مربعات من الكرتون عشان ليه؟ عشان ما يحصلش اختناء أو تكدس للكاتاكيت أثناء عملية النقل ويؤدي إلى نفوق الكاتاكيت الفاقصة من مكينات التربية خصوصا لو هيمشي إلى مسافات بعيدة كذلك يجب استعمال سندوق كرتون جديد لمقل الكاتاكيت ويحصل استعمال أي عبوات سبقة قبل كده تعبيتها يعني ما يجيبش سندق أو كاراتين موجودة كان عب فيها كده جيت قبل كده من المعمل إلى الخارج ويجيبها تاني آتها تاني لا لازم يتخلص منها لو هو ساعدته هيجيب مثلا إقفاص بلاستيك لازم الإقفاص دي تكون مطهرة ومبخرة بعملية التبخير عشان عدم انتقال الأمراض سواء لداخل معمل التفريخ أو من داخل معمل التفريخ إلى الخارج عن طريق الإقفاص اللي هي موجودة بالنسبة للمشتري أو بالنسبة للمربي للكاتاكيت يجب أن يتم توريد الكاتاكيت الفاقصة إلى المزالة الإنتاج في نفس اليوم يبقى في نفس اليوم يعني في أقصر فترة ممكنة عشان يقدر أن الكاتكوت ممكن يقعد حوالي 24 ساعة يقدر يتغزى على المح اللي هو موجود وأنا قلت لك قبل كده المح اللي هو عبارة عن صفار البيض الداخلي يجب أن يتأكد من وجود التهوية ودرجة الحرارة بناسبة في عربة النقل الكاتاكيت يبقى لازم يكون فيه عند تهوية محكمة الغلق آه بس يكون فيه تهوية في نسبة أكسجين موجود عشان ما يحدث ستكدس واختناء للكاتاكيت أثناء عملية النقل آه يجب ترك مسافة لتكلة عن متى بين سقف العربة النقل مع أعلى كرتونة اللي هي موجودة في داخل عربة النقل آه يجب ينظم عملية توزيع الكاتاكيت ونقلها بحيث تم تعبقاتها ونقلها في الصباح الباكر لازم أنقل الكاتكوت خصوصا لو في الجو الشتاء الطبيعي ينقل الكاتكوت في أي وقت عادي طبيعي لكن في الجو الحار لازم ينقل الكاتكوت يعني مثلا ليلا أو ينقلها في الصباح الباكر عشان يتأكد من وجود تكييف حواء موجود داخل آه داخل آه عربات النقل ليه شحن آه الكاتاكيت فيه فترات حرجة في أجنة الكاتاكيت في اليوم الثالث إلى اليوم الخامس لو حصل عدم زبط لدرجة الحرارة بالنسبة للكاتكوت أو بالنسبة للجنين داخل البيضة بيؤدي إلى عملية النفوء وبيؤدي إلى موت الجنين داخل البيضة دي أخطر فترة الفترة الثانية في اليوم الحداشر واليوم التسع عشر دول بأخطر فترتين في حياة نمو الجنين داخل البيض في عوامل بقى بتؤثر على عملية التفريق آه في عوامل بتؤثر على عملية التفريق من ضمن هذه العوامل في عندي عاملين في عامل بيؤثر على نسبة الخزب وفي عوامل بتؤثر على نسبة الفاس نسبة الخزب عبارة عن إيه؟ يعني إيه نسبة خزب؟ نسبة الخزب عبارة عن البيض الكل نقص البيض اللايح إلى البيض الكل المعبأ في 100 يبقى بيقسم البيض الكل زائد البيض اللايح على البيض الكل المعبئ اللي هو دخل مكينة التفريق على 100 يبقى نسبة إخصاب أقول البيض المخصب لأن من شرط دخول البيض مكينة التفريق لازم يكون البيض مخصب يبقى بأس من نسبة البيض المخصب على البيض الكل يبقى أضرب في 100 أقول عندي نسبة الخزب مثلا حوالي 60% أو نسبة الإخصاب عندي حوالي 70% يمكن تحديد العوامل اللي بتأثر على نسبة الفقس في مجموعة من النقاط إيه هي العوامل اللي بتأثر على الخفاض أو على ارتفاع نسبة الفقس أو خلل في نسبة الفقس بالنسبة للكاتاكيد في مجموعة من العوامل في عمر مثلا القطيع في موسم التلقية في عمر الدجاجة اللي هي هتديني إنتاج بيض دي كلها من ضمن العوامل اللي بتؤثر على نسبة الخزب كذلك درجة إنتاج البيض كذلك تفريق البيض بعد وضع الديوك يعني إيه تفريق البيض بعد وضع الديوك أنا قبل البيضة ما تخرج من الدجاجة لازم اضع الزكر او اضع اللي هو الديك مع الاناس اللي هي موجودة عشان اضمن ان فيه عندي نسبة اخصاب عالي اول عامل من دمن عوامل تؤثر عن نسبة الخزب عندي الصحة العامة للقطيع يعني ايه الصحة العامة للقطيع الصحة العامة للقطيع الصحة العامة بالنسبة ليه الطائر كتركيب الجنسي كنوتجو الجنسي دي كلها صحة عامة هل الصحة العامة دي مرتبطة بمجموعة من العوامل هل القطيع ده هو حدث له أي إصابة يبقى دي بيأثر على الصحة العامة للكتاكيت أو للطيور أو الأمهات المنتجة للبيض اللي هو هيطلع بعد ذلك إلى كتكوت سليم كذلك هل القطيع ده هو تعرض إلى تفيرات خارجية أو تعرض إلى تفيرات داخلية أنا عندي قطيع إنتاج البيض المقصب القطيع ده هو تعرض لأمراض مباقية هنشوف تعرض ليه تفيرات خارجية يبقى متعرضش يبقى ده مش هيأثر على نسبة الخز هل القطيع ده هو تعرض لظروف بيئية غير مناسبة ارتفاع أو الخفاض في درجة الحرارة أو تعرض لسوق التهوية أو القطيع تعرض إلى الضعف الشديد نظرا لكلة الغزاء ده كله هيأثر على وزن البيض الناتجة أو هيأثر على البيض الناتجة أو الداخلة في مكينة التفير كذلك عمر القطيع هل القطيع ده هو برعاً إيه؟ هل القطيع ده بقى له سنة عندي؟ هل القطيع ده بقى له ستة شهور؟ هل القطيع ده بقى له سنتين؟ كل عمره معين من نسبة للقطيع له كفاءة إنتاجية معينة وبالتالي بيأثر على نسبة الخزب فبلاحظ أن عمر القطيع يعلوه تأثير على نسبة الخزب كلما زاد العمر قلت الخصوبة يعني كلما زادت عمر الدجاج المنتجة للبيض قلت للخصوبة كما أن بقاء القطيع عامل إنتاجياً آخر بينتج عنه انخفاض في معدل خصوبة هذا الانخفاض بيأدي إلى أو بيصل إلى 25% من نسبة الإخصاب طيب موسم التفريح بتقل نسبة الخصوبة في أشهر الصيف يبقى نسبة الخصوبة بالنسبة لأمهات المنتجة للبيض المخصى بتقل فيه خلال فصل الصيف نظراً لالتفاع درجة الحرارة وزاعة في اللحظة ديك بتوقف عن عملية التفريح لأن نسبة الخصوبة بتقل فبالتالي هتقلل نسبة الكاتكيت الناتجة من عملية التفريح وترتفع هذه النسبة في فصل الشتاء أسف الضوء الضوء عبارة عن إيه هنا الضوء عملية التفريح هماك عوامل بتؤثر على عملية التلقيح ذات نفسه فكلة أو زيادة عدد الديوك بيؤثر على عدد أو على كفاءة البيض المخصب اللي هي موجود أو على كفاءة الدجاج المنتج إلى البيض فبخصص أنا أديك لكل 12 إلى 15 أنسة أو 15 دجاجة من الخفيف الوازن لو كان في الأنواع المتوسطة بخصص عشان ده بيأصلش على نسبة الإخصاب أو يؤثر على نسبة الإخصاب يبقى أمشي مع هذا المعدل 12 إلى 15 دجاجة من الدجاج الخفيف يبقى أذكر لكل 12 إلى 15 أو 5 إلى 8 في أنواع السكيلة أو 8 إلى 10 في الأنواع اللي هي متوسطة طيب سعد بلاحظ أن سيادة بعد الزكور عن الزكور الأخرى في داخل القطيع معنى ذلك إيه؟ الزكور القوية أو الديوك القوية بتسود في داخل العنبر وتمنع غيرها من الديوك الضعيفة من التزاوج وفي نفس الوقت بتختلي نسبة الديوك بالعنبر فبيؤثر على عملية الإخصاب بالنسبة للدجاجة كذلك فيه نفور بعض الإناس سعد في بعض الإناس بتنفر عن عملية التزاوج وفي نفس الوقت عن أن فيه شراسة بالنسبة للذكور اللي هي موجود فبيؤدي إلى ذلك إلى عدم أو إلى وجود بيض غير مخصب داخل القطيع وبالتالي بيؤدي إلى تمزقات أو جروح في جوانب الأنس اتساع المكان المكان برضو أيضا من ضمن العوامل بتأثر على نسبة الخزب في الأماكن الواسعة بتتزاوج الديوك بقصرة وحرية وبالتالي فبترتفع نسبة الإخصاب بعكس التواجد في الأماكن الضيقة التي لا تكفل حرية الحركة بالنسبة للذكور وبالتالي بتكون نسبة الإخصاب ضعيفة وبتأدي إلى إنتاج كتكوت ضعيف وفي نفس الوقت بتأدي الإنتاج بيض غير مخصب في عندي برضو تاني التغذية بلاحظ إيه في التغذية؟ إنه بتأثر خصوبة بالتغذية لو أنا قدمت عليها غير متوازنة بتؤدي إلى ضعف في إنتاج البيض أو ضعف في كفاءة الدجاجة عن وضع البيض وبالتالي بتأدي إلى نسبة الخصوبة منخفضة خصوصا في عندي فيتامين ألف وفيه فيتامين ه وهذا الفيتامين بيؤثر على نسبة الخصوبة في القطير درجة إنتاج البيض بلاحظ إن إيه؟ بلاحظ إن نسبة الإخصاب بترتفع في الدجاج العالي الإنتاج عن الدجاج المنخفض الإنتاج كذلك من ضمن العوامل بتأثر على نسبة الخصوبة تفريخ البيض بعد وضع الديوك يعني إيه؟ تفريخ البيض بعد وضع الديوك بيبدأ ظهور الخصوبة في البيض بعد وضع الديوك مع الدجاجات لمدة أربع أيام وتاخد هذا التحسن بيزداد هذا التحسن لكن أفضل نسبة خصوبة بحصل عليها بعد مدة لتكلة عن حوالي سبعة أيام عند وضع عند ما أضع الديوك مع الإناس أو داخل القطيل في عوامل أخرى بتؤثر على نسبة الفاس آه في عندي عوامل بتؤثر على نسبة الفاس إحنا قلنا في عوامل بتؤثر على نسبة الخصوب وقلنا في عوامل بتؤثر على نسبة الفاس العوامل بتؤثر على نسبة الفاس عندي هنا المقصوب بها إيه؟ مدى الكفاءة في إنتاج أكبر عدد من الكتاكيت الفاكسة اللي هي الكتاكيت السليمة وأكبر عدد من الكتاكيت الفاكسة السليمة بخدها من نسبة الخصب لو كانت نسبة الخصبة عندي مثلا 60-70% طيب نسبة الفقس اللي هي تطلع من نسبة الخصب اللي هي 60-70% كام اللي هي 55 بلقيها 60% لان ها عندي فيه مكياس لدخول البيض الى داخل ماكين التفريح لو لقيت عندي النسبة الخصب 100% بدخل يبقى ايزا هيؤدي بعد ذلك النسبة خصب كام 50% 60% بتأثر على نسبة الخصب اللي هي موجودة أو على عدد الكاتاكيت الفاقصة فيها فلاحظنا البدل مخصف في هذه الحالة بتحدد كفاءة عملية التفريخ ومدى اهتمام القائم على عملية التفريخ كذلك البدل كل بيحدد مدى كفاءة وربحية عملية التفريخ ككل هل نسبة خزب في البدل كل 70%؟ هل 60%؟ هل هي نسبة الخزب فعلا 100%؟ دي كلها بتؤثر بعد ذلك على عملية التفريخ طيب ازاي انا اقدر اقيس نسبة الفاقص؟ اقيس نسبة الفاقص ازاي؟ اقول عدد الكاتاكيت الفاقصة اللي هي الناتجة على عدد البيضة المخصف افرد ان احضر في مكان التفريخ حوالي 100 بيضة طلع منهم حوالي 70 او 80 بيضة يبقى معنى ذلك ان نسبة الفاقصة هنا بلاحظها حوالي 70% انما سعدتك بقسم نسبة او عدد الكاتاكيت الفاقصة على عدد الكاتاكيت اللي هو او عدد البيضة المخصف واضرب في 100 عشان يديني نسبة الفاقص ودي بتحدد عملية او ربحية التفريخ لكن في عوامل بتؤثر على نسبة الفاقص احنا قلنا في عوامل بتؤثر على نسبة الفاقص في عوامل بتتعلق بماكنة التفريخ في عوامل بتتعلق ببيض التفريخ في عوامل بتتعلق بالتطور الجنيني في البيض في عوامل بتتعلق بعملية تعبئة ونقل البيض في ايضا عوامل بتتتعلق بالحالة الصحية للقطيع المنتج للبيض في عندي عوامل وراسية بتتتعلق بعملية الوراثة في انتاج البيض اللي هو المخصف او انتاج البيض بالنسبة لدجاج التفريخ إن شاء الله سنتترك مع بعض في الحلقة القادمة أعزائي وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته